الرحمن الرحيم اهلا بكم يا شباب في المحاضرة السبعة من كورس البي ام ايس يا اخوانا هنبدأ دلوقتي في المحاضرة السبعة والتمنة والتسعة والعشرة ان شاء الله هنبدأ ناخد تطبيقات خاصة وامثلة على انظمة البي ام ايس في الميكانيكا والكهرباء واللو كارنت فاحنا من اهم التطبيقات في الاحمال الميكانيكية احنا قلنا عندنا الاحمال الميكانيكية والاحمال الكهربية طبعا اهم الاحمال لانه بتمثل تقريبا 80% من الاستهلاك بتاع القدرة الاحمال الميكانيكية الاحمال الميكانيكية هنا بتتكلم بخصوص التكييف والمضاخات والكلام ده بس احنا هتشتغل على المكيفات او ال HVAC ايه هو ال HVAC يا اخوانا ايه هو ال HVAC HVAC heating او الحرف ال H معناها heating ventilation air conditioning heating heating احفظ HVAC معناها heating ventilation air conditioning انظمة تمام التسخين والتهوية والتبريد طيب الموضوع ببساطة يا اخوانا في عندي ثلاث حاجات رئيسيين بتحكم فيهم بتحكم رقم واحد في درجة الحرارة رقم واحد temperature درجة الحرارة رقم اثنين الرطوبة رقم ثلاثة جودة الهواء يبقى لو حد سألك انا بتحكم في ايه في الانظمة الميكانيكية بتحكم في ثلاث حاجات بال HVAC بتحكم في الحرارة والرطوبة وجودة الهواء يبقى التكييف بمختلف انواعه هدفه ان انا اتحكم في الحرارة والرطوبة وجودة الهواء طيب عشان اعمل كده اخوانا انا بقسم ال HVAC لأربع اربع اقسام رئيسية القسم رقم واحد اللي هو sources مصادر ال HVAC تمام طيب المصادر دي او sources هي عبارة عن المصادر الرئيسية لعمليات التبريد وعمليات التسخين يبقى انا التسخين primary heating والتبريد primary cooling طيب ايه هي الامثلة اللي احنا هنبدأ نشتغل عليها في انظمة التبريد والتكييف رقم واحد اخوانا رقم واحد ال chillers التشيلر زي ما احنا شايفين هو مصدر المياه البردة في انظمة التكييف يبقى التشيلر هو مصدر المياه البردة اهو يبقى التشيلر مصدر المياه البردة فيه بعد كده عندي البويلرز اللي هو مصدر المياه السخنة وفيه عندي الكولينج تاورز الكولينج تاورز في يدتها ازالة الحرارة من المبنى لخارج المبنى يعني انا من خلال الكولينج تاورز بعمل عملية ازالة للحرارة من المبنى او من داخل المبنى الى خارج المبنى يبقى المثلة اللي احنا نشتغل عليه chillers رقم اثنين البويلرز رقم ثلاثة الكولينج تاورز الكولينج تاورز يبقى ده كان السكشن الاولاني اللي هو السورسز رقم اثنين الديستريبيوشن دي عبارة عن مجموعة مسؤولة عن نقل شيء من مكان لمكان سواء كان عملية النقل دي بتتم على مياه او على هواء ‫زي ما احنا نشوف تحت طيب ممكن ان انا فافضل بالحرارة من المياه للهواء تمام المياه الحرارة من المياه للهواء طيب فيه ايه تاني فيه عندي المحابس يبقى رقم اثنين المحابس طيب المحابس دي بستفيد بها ايه السماح بمرور المياه من مكان لمكان اخر يعني انا بقدر اتحكم في مرور المياه باستخدام المحابس رقم تلاتة المضخات البامبس باستخدمها في ايه ضخ المياه من مكان لمكان بقى كده باستخدم الموسير او البايبس عشان أنقل المياه من مكان إلى مكان يبقى أو عملية التوزيع مع المياه بتنقسم إلى أربع أجزاء بتنقسم إلى أربع أجزاء رقم واحد الكويلز الكويل فايدتها إيه بتنقل الحرارة من المياه للهوى ركز معاه المحابس رقم اثنين بتسمح بمرور المياه من مكان لمكان رقم ثلاثة المضخات بالضخ المياه من مكان لمكان وبنقول إزاي الكلام ده كله من خلال أو مواسير تستخدم لنقل المياه ده كده لو أنا كنت بتعامل مع رقم واحد المياه لو أنا بتعامل مع الهوى مع الهوى رقم اثنين في عندي إيه في التعامل مع الهوى عندي رقم واحد الدمبر الدمبر ده فايدته تمام انه هو بيعمل السماح بمورن الهواء من مكان لمكان اخر يبقى فيه هنا امبوت وبيطلع الهواء بنسبة معينة بيفتح ده اللي هو الدمبرز تمام طيب رقم اتنين المراوح الفانز دي بتستخدم في ضخ ضخ الهواء من مكان لمكان زي المضخات هناك كان في المياه في بامب هنا فان يبقى ايه الفرق بين الفانز المراوح والمضخات ان المراوح بتضخ الهواء والمضخات دي بتضخ مياه طيب هنا الكويلز بتنقل الحرارة من المياه للهواء طيب هنا هنا بالدمبرز بتنقل بتنقل الهواء من مكان لاخر طيب و ايه تاني عندي رقم 3 الدكت نقل الهواء من مكان لاخر الدكت هنا هو بديل المواسير في حالة المية يبقى ده رقم اتنين طيب رقم 3 الديليبري الديليبري هي عبارة عن مجموعة من المكونات مهمتها توصيل الحرارة او البرودة للمكان المراد تكييفه يعني هي مكون هدفه التوصيل تمام توصيل الحرارة او البرودة للمكان زي ايه زي ايه زي رقم واحد الاهو ده الشكل بتاع الاهاندلينج يونيت في وحدات التكييف المركزية الاهو اير هاندلينج يونيت وبعدين عندي الفان كويل يونيت ده الفان كويل يونيت FCU تمام في عندي الديفيوزر الديفيوزر في عندي البيز بورد رادياتور تمام نفس الفكرة تمام اللي هي في الديفيوزر لكن التركيب بيبقى في الارض ده بيسموه بيز بيز بورد رادياتور طيب فائدة الديفيوزر توزيع الهواء بتاع المكيف داخل الغرفة يبقى فائدة الديفيوزر توزيع هواء المكيف داخل الغرفة ده كان رقم 3 الديليبري رقم 4 الكنترول العملية دي مهمة جدا يا اخواننا الكنترول تمام او الكنترولر عبارة عن مجموعة من المكونات زي هي لازم يكون فيها عندي حساسات موجودة في المنظومة اي حساسات واي اكتشويتشورز اللي هي المشاغلات تمام وفي عندي السير مستات والسويتشات في عندي رقم 4 المتحكمات بانواعها تمام سواء كانت مع البي ام اس او موجودة مع المكونات نفسها زي الفان كويل يونت او ال في اي في طيب تعال نشوف بعض الاشكال هنا في عندي شكل الاكتشويتورز في عندي سويتشز زي الدي بي اس في عندي سينسورز تمبريتشار سينسورز في عندي السير مستات ده شكل السير مستات المعتاد من شركة هانويل في عندي الفي اي في في عندي الكنترولرز جب انا عندي كل المكونات دي انظمة التكييف ممكن اقسمها اخوانا الاير كونديشن تايبز اقدر اقسمها للسنترال سيستمز واقدر اقسمها رقم اثنين لللوكل لللوكل سيستمز طبعا لما بيكون اماكن كبيرة بقسم بناء على الزون المنطقة بقسمها مناطق صغيرة تمام بحيث اقدر اتعامل مع كل منطقة من حيث درجة الحرارة والرطوبة وهكذا بعد كده عندي الكنترول او السنترال تمام النظام ده بيكون سنترال يعني سنترال يبقى النظام هيبقى كبير في الحجم تمام والمعدات بتبقى كبيرة يبقى لازم يكون عندي تحكم مركزي تمام طبعا الايماكن لما بيكون في تحكم مركزي ممكن تبقى على سطح المبنى او في غرف الميكانيكا داخل المبنى او خارج المبنى ده اللي هو السنترال طيب اللوكل طبعا ده بيكون مكوناتها داخل باكتج واحدة والتركيب بتاعها بيكون قريب من الزون اللي انا عايز اركبها زي ايه بقى تمام تعالى نبدأ ناخد كلمتين عن المكونات بالتفصيل اللي احنا بدأنا نشتغل عليها تعالى نبدأ نشتغل دلوقتي على ال Air Handling Unit Air Handling Unit Air Handling Unit الترجمة بتاعتها بالعربي وحدة معالجة الهوى وحدة معالجة الهوى طيب اماكنها موجودة في المباني المتوسطة والكبيرة اللي بتشتغل بالتكييف المركزي احجامها بتكون كبيرة وبالتالي تمام ممكن اشوفها في اماكن مساحتها كبيرة زي سطح المبنى او ممكن تكون في غرف الميكانيكا داخل المبنى عددها بيكون قليل داخل المبنى لانها بتغطي مساحات كبيرة احنا هنشوف هنا Air Handling Unit هنا ممكن اشوف Air Handling Unit في البزمنت هنا ممكن اشوف على السطح Air Handling Unit طيب ليه انا اصلا محتاج الهوى في منظومة التكييف لان هي عبارة عن وحدة معالجة الهوى وحدة معالجة الهوى بيدخل الهوى من خارج المبنى Fresh Air يبقى انا بجيب من خارج المبنى بيجي هوا من الجو برا Fresh Air بيحصل عليه معالجة للهوى والمعالجة دي بتتم عن طريق رقم واحد تنقية الهوى عشان ارفع جودة الهوى رقم اثنين يبقى رقم واحد تنقية الهوى رقم اثنين خفض درجة الحرارة بعمل عملية تبريد او رفع درجة الحرارة بعمل عملية تسخين ممكن رقم ثلاثة اضيف نسبة رطوبة او اشيل نسبة رطوبة من الهوى يبقى هنا بتعامل مع النقاء بتاع الهوى معالجة الهوى رقم اثنين درجة حرارة الهوى سواء كان بعمل تبريد او تسخين بعد كده بقدر اضيف رطوبة او اشيل رطوبة وبالتالي بقدر اتحكم في رطوبة الهوى طبعا بعد ما بعمل كل العمليات دي بيتم ضخ الهوى للاماكن المراد تكيفها وبالتالي هيبقى عندي فيه جزء تغزية وفيه جزء تمام طرد يبقى ابسط تكوين لله عبارة عن جزء اين رقم واحد سبلاي رقم اثنين راجع اللي هو الريتيرن يبقى انا عندي سبلاي دايما نتلاقي حرف الاس اس سبلاي وار ريتيرن طيب تعال نبدأ نشوف المكونات الخاصة بالهوى لانا بصيت هنا ده السبلاي لانا بصيت هنا ده السبلاي هنا في عندي فريش اير ببدأ من اليسار فريش اير بيدخل على دامبر وبعدين بركب فيلترز فلاتر اهو فيلتر فيلتر وبعدين بركب كولين كويل وبعدين بركب سبلاي فان ده مهم جدا مطور والجزء بتاع المروحة وهنا بركب هيتين كويل طبعا انا بشتغل مرات على الكولين كويل عشان ابرد في الصيف وبشتغل على هيتين كويل في الشتر ولازم يبقى في عندي سبلاي فان ويبقى ده هو هيبقى السورس بتاع الهوى اللي هيطلع عندي من التكييف يبقى هنا بيدخل فريش اير في اليسار بيدخل فريش اير تمام من خلال جريلا يدخل يلاقي عنده هنا في دمبر بعد الدمبر في فيلترز بعدها فيه كولينج كويل وفيه هيتين كويل كولينج كويل وهيتين كويل وبعدين بلاقي السابلاي فان وبيطلع الهوى الناحية التانية من خلال يرجع بقى على الراتيرن اللي هو الراجع تمام ويبدأ ياخد الراتيرن بتاعنا يمشي من خلال الفان او الراتيرن فان اللي هي المروحة دي تمام ويرجع كده ويطلع على هيئة ايجزهوست اير يطلع على هيئة ايجزهوست اير طيب هنا بيدخل عندي تعريفات رقم واحد يعني جريلا الجريلا اللي في الاول دي اهو دي الجريلا اللي هي بطلع ايجزهوست فان او الجريلا اللي بدخل منها الهوى الفريش اير موجودة في مقدمة الوحدة في اتجاه دخول الهوى اهو اتجاه دخول الهوى او خروج الهوى فايدتها منع دخول اي مخلفات داخل الوحدة الجريلا دي فايدتها ايه في الدخول والخروج بتمنع دخول او خروج تمام اي مخلفات تمنع دخول اي مخلفات بقى كده في عندي بعديها مباشرة الدمبر الدمبر ده فايدة التحكم في كمية الهوى تمام الداخل واللي خارج ليه الوحدة يبقى التحكم لو سألتك فايدة الجريلا رقم واحد ان هي تمنع دخول اي مخلفات داخل الوحدة طيب ايه فايدة الدمبر الدمبر فايدة التحكم في كمية الهوى اللي داخل واللي خارج من الوحدة طيب رقم تلاتة فيه فلتر الفلاتر تمام الهوى اللي داخل هيحتاج يحصل له فلترة عشان التراب اللي يبقى موجود فيه او الأجسام الصلبة اللي بتبقى موجودة معاه ده فايدته ايه رفع جودة الهوى يبقى الفلتر ينقي الهوى رفع جودة الهوى طيب لو انا عايز ابرد لازم ابرد بكولين كويل يبقى رقم اربعة كولين كويل دي عبارة عن مواسير نحاس حوالين بعض بشكل معين وماشي جواها وسط التبريد تمام ولما يعد عليها الهوى تمام على المواسير دي احصل له عملية تبادل حراري رقم خمسة الهيتنج كويل نفس فكرة التبريد ولكن لما بيعد الهوى هنا بيسخن تمام يبقى دي ماشي فيها مياه سخنة تمام وبالتالي ممكن يبقى جواها كمان الهوى فبيطلع الهوى بعد الهيتنج كويل سخن بعدين بيبقى فيه السابلاي فان اللي هي المراوح بشكل عام بستخدمها عشان لسحب او ضخ الهوى يبقى انا هنا لو في السابلاي عايز اسحب لازم يكون هنا فيه سابلاي فان مروحة تسحب هنا عايز اطرد اطلع لبرة لازم يكون فيه عندي سابلاي فان فيه عملية الطرد عشان اقل الاستهلاك الكهرباء في معظم المباني تمام وبالتالي انا اقدر استفيد بالريتيرن اير تمام لانه حصله تبريد او تسخين قبل كده فهو الراجل بياخد فريش اير بيمشي الفريش اير بعد كده راح تطلع على السابلاي الريتيرن ده انا بيسيبهوش بس تفيد بيه تمام ان هو يطلع عندي كريتيرن ممكن يدخل مع الفريش اير من ناحية التانية ويه اطلع عندي من ناحية 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 طبعا هنا لو احنا بصينا كده على الجزء ده هتروح تلاقي دي المكونات الرئيسية ل اله تمام هنا حاطط اهو ريتيرن سموك ريتيرن سموك ديتكتور وحاطط ريتيرن ريتيرن تيمبريتشر سنسور على الريتيرن وبعد كده سبلاي سموك ديتكتور وسبلاي تيمبريتشر سنسور على السبلاي يبقى انت خلي بالك ده الجزء ده بتاع الريتيرن ده الريتيرن الراجع اهو تبدأ بص من فوق كده ريتيرن on و off دمبر كماند الكماند بتاعت الريتيرن الدمبر اهو بياخد الكماند بتاعته من الدي دي سي بانيل احنا شوفنا كده الجزء اللي على اليسار ده اللي هو هنا اهو ده الدي دي سي بانيل بياخد الكماند بتاع الريتيرن طيب هنا في السبلاي لو احنا بصنا هنا في اتنين سيجنال موجودين على الريتيرن وفي اتنين سيجنال موجودين على السبلاي هنا ريتيرن تمبريتشار سنسور وفي سموك ديتكتور وهنا سبلاي تمبريتشار سنسور و سبلاي سموك ديتكتور وبعدين في عندي الموتور كنترول سنتر بياخد السيجنالز بتاعته سواء كان ان انا ابدأ الاس اف تمام بيحصلها تريب او اشوف الستيتس بتاعتها واشوف الحالة بتاعت المواتير طبعا هنا بركب راكب على جسم السابلاي هنا برضو بركب على الجسم الخاص بالتشيلد ووتر سابلاي والتشيلد ووتر ريتيرن تمام على الجزء الخاص بالسابلاي فيه فلتر دفرينشيال بريشر سويتش راكب برضو على الجزء بتاع السابلاي يبقى هنا انا شفت شفت الشكل العام بتاع السابلاي والريتيرن طبعا اللي انا شفته ده يعتبر بيسموه سينجل لاين دايجرام او المخطط الاحادي للكهرباء او الاشارات اللي هتطلع تتحكم في سينجل لاين دايجرام وشوفنا ان فيه وحدات سواء كانت ديجيتال او ديجيتال اوتبوت وانالوج امبوت وانالوج اوتبوت تمام ده كله زي ما احنا شوفنا اتعرف عليه من خلال دي دي سي بانيل وانت تشوف ان انا هنا عندي فيه اهو زي ما احنا شايفينا هنا فيه اربع ليفل هنا كده فيه اربع ليفل تلاقي كل واحدة موجودة في رجل طيب قريب اليفل دي عبارة عن اناواج امبوت سلجل هنا مثلا ؟ اناواج امبوت با كده اناواج اوتبوت فيه هنا بايناري امبوت طبعا واللي هو ديجيتال او بايناري اوتبوت طبعا كل سهم هنا بايناري اوتبوت ده الاوتبوت يبقى خارج امبوت يبقى داخل بايناري اللي هو زي ما احنا قلنا ديجيتال اللي هو بيكون سفر وواحد وده التعامل مع الدي دي سي بانيل هنا الكوماند فريش دامبر كوماند مثلا ان فيه امر هيدي امر عشان يبدأ يسحب الفريش اير تمام للجزء بتاع اله فبالتالي احنا شفنا المكون الرئيسي او الدياجرام الرئيسي وهو بدأ يديني اجزاء من هذا المكون الرئيسي ويشرح بيتم فيه ايه زي مثلا فريش اير دامبر تمام وهنا بيركب عليه موتورايز الدامبر طبعا بياخد كوماند ديجيتال اوتبوت وبيشوف الاستيتاس من ناحية ان هو بيكون عليه اوتبوت تنبريتشر او هميوديتي تنبريتشر سنسور وبالتالي ده هيكون انالوج لو انا عايز اقفل لو انا عايز اقفل فولي كلوز او فولي اوبند تمام يبقى انا هدلع ديجيتال اوتبوت عشان اقفل وافتح وبالتالي بيبقى عندي توضيح لدياجرام في كل حتة انا استخدمت ده ليه؟ طبعا هنا الديفرنشال بريشار سويتش خدناه كزا مرة قبل كده بيدي استيتاس ديفرنشال او بياخد ديجيتال امبوت ويديني هذا الديجيتال امبوت على هيئة سويتش طبعا هنا برضو بيركب قبل الفلتر وبعد الفلتر زي ما قلنا فيه بريشار واحد وبريشار اتنين لو حصل دلتا بيه بيدي امر ان فيه فيه فرق في الضغط وبالتالي ابدأ اغير هذا الفلتر فهنا بيشرح بيشرح المكونات وكل مكون انا حطيت عليه ديجيتال امبوت ولا ديجيتال اوتبوت بالتفصيل زي ما احنا شوفنا في الدياجرام الاولاني وان شاء الله نشوف الدواير دي بالتفصيل في الفيديوهات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة